تخصص جامعة الخليج العربي سلسلة فرق بحث علمي لطلبتها الدارسين تخصص الطب فيقومون بدراسات نظرية والميدانية وذلك من أجل بنائهم علميا ومعرفيا ومواكبة كل ما يسجد في عالم الطب من أجل تطوير هذا المجال بمملكة البحرين الزميل صالح يوسف والتفاصيل يواصلون الليل بالنهار يجدون ويزرعون كي يجد ويحصد غيرهم الطباء المستقبل بجامعة الخليج العربي وبمختلف تخصصاتهم من أجل مواكبة كل ما هو جديد في عالم الطب الحديث يعملون ضمن أفريقة تعنا بالبحوث الميدانية من خلال التجارب العلمية والاستكشافية وطرق تطبيقها على أرض الواقع ولربما فريق الجهاز العصبي العلمي بالجامعة إحدى نماذج ذلك الفريق البحث الطلاب اللي أنا أشرف عليهم لوحدي لأنه هناك أساتذة أخرى يشرفون أنا تقريبا عندي خمسين طالب يشتولون على بحوث عديدة الطلاب إحنا نريد نحاول نخلي بيهم يعني نزرع بعدهم فكرة البحث وكيف يستخلصون الفكرة ويجون بأفكار وهذه حتى لو إحنا نعرف إنه شلون يسوون البحث بس إحنا نريد هم يعني هم يكتبون البحث هم يقلون شنو التست اللي نسويها وبعدين يجون هم يطبقون بإيدهم نريد إحنا الطلاب نستنبطون نريد تكون عندهم مثل يعني خاصية أنه يبحثون عن السؤال ويبحثون عن جواب هذا السؤال وعبر تسليط الضوء على عوالم أخرى واستثمارها في دراساتهم يقوم هذا الفريق بالتعرف على ما ينفع البشر من غير البشر الأنيمال هاوس يمكن هو الوحيد الأنيمال هاوس في البحرين بجامعة الخليج العربي أن نكاثر به الحيوانات المختبرية اللي هي يعني شفته فيران وجرذان وأرانب وحيوانات أخرى الغرض من عدها أنه نحاول أن نسوي أمراض ونشوف نجرب عليها حقاقير مختلفة حتى نشوف إذا تفيد من الممكن أن نسوقها على الإنسان ونشوف شنو التغيرات اللي هي لأنه هم يعني كلتنا إحنا نعتبر من اللبائن يعني اللي يصير عدهم هو يصير عدنا مشاركات خارجية وإنجازات نالها فريق الجهاز العصبي تضاف لهذه الجامعة ولمملكة البحرين أيضا حصنا على جائزة أحسن بحث صار في البحرين سنة 2015 حصنا على ثلاث جوائز اللي هي الجوائز الثلاثة اللي صارت في مؤتمر البحوث الطبية اللي صار بالبحرين واللي سوتها الجامعة الإيرلندية حصنا جائزة أحسن بحث في المؤتمر الأوروبي لعلوم الأعصاب وعدنا تقريبا أكثر من ثمانية بحوث نشرت في مجلات عالمية يعني خلنقل رصينة اللي هي تمثل مثلا المجمع الأوروبي لعلوم الأعصاب أو مجلة المجمع الأمريكي للعلوم العصبية فهذه كلها نشرت في هذه الأماكن مئات من الطلبة في عدة فرق يشمرون سواعدهم تحت إشراف مباشر من كوكبة من المختصين والباحثين فيمارس الطالب شحده للعلم وذلك لتطوير بنائه المعرفية لتخريج جيل من الأطباء من ذوي الكفاءة تعمل جامعة الخليج العربي في توظيف جميع طاقاتها واستثمارها فيما يصب في مصلحة والزهار المملكة لتلفزيون البحرين صالح يوسف